يمكن الدولة رقم واحد في العديد بيخترقوهم ليه فن؟ يعني الـ 45 دول إيه الدرر اللي ممكن يواجهه؟ بيخترقوهم ليه؟ 45 مليون بيخترقوهم ليه ده السؤال مهم بيخترقوهم لأن دي مادة مهمة جداً وبيباع على مواقع الإنترنت فيما يسمى بالـ Deep Web أو الإنترنت المظلم بيباع علشان فيه شركات معلنة هي النهاردة عرفة 45 مليون رقم موبايل يبدأ يجي لحضرتك رسائل دعائية يبدأ يحصل ما يسمى بالمحاولات الاختراق النهاردة أنا عارف رقم الواتساب بتاع حضرتك ولكن ممكن لو بعدت رابط بسيط جداً أعرف باقي البيانات بكريدت كارد وأرقام حسابات بكل التفاصيل الموجودة على الموبايل بالفعل فعشان كده بيتم استجدام هذه البيانات لمحاولة النصب أو اختراق تليفونات المستخدمين اللي تم تسريب بياناتهم ده دي حاجة يعني أنا مش عايز أقول أنه هو تسريب حصل من واتساب لأن حقيقة الأمر هو ده نوع من أنواع البحث عن البيانات على الإنترنت واللي قام بهذا المسح قدر يحصل على هذا الكم من البيانات وده تم في 84 دولة مش مورد تسريب من جوة اختراق هك واضح شركة ميتا أو واتساب ولكن ده نوع من أنواع الحصول على البيانات بشكل غير رسمي أو غير قانوني ده حصل في 84 دولة وده يعني بيمثل تقيمة ربع المستخدمين في واتساب النص مليار ده يعني واتساب فيها أكتر من 2 مليار مستخدم ده ربع المستخدمين تم تسريب بياناتهم أي وعلشان يثبت أنه البيانات دي صحيحة طلع بالفعل يعني سامبل أو نموذج من البيانات التي تم تسريبها وتم التأكد من صحة هذه البيانات وبالتالي بيأكد أن البيانات دي بيانات حيائية لمستخدمين حيائيين فمرة تانية يعني يعني الواتساب ما بقاش دلوقتي آمن يعني احنا كلنا بنستخدم الواتساب على عتبار أنه بنوفر مكالمات بدل ما تكلم لا أنا معي الواي فاي فبالتالي أبعد أقول مش عارفة إيه أبعد صور أبعد التكنولوجي والكل الوسائل للتواصل الاجتماعي الحقيقة سهلت حياة ناس كتير ولكن أنا عندي مبدأ مقتنع به مجرد ما خرقت المعلومة من ذهني وكتبتها على أي وسيلة ده موساعد بيتطلب مني ده موساعد بيتطلب ده موساعد بيتطلب مني علشان بسهل التواصل بسهل مدفوعاتي في أحد المواقع باشتري حاجة أونلاين ولكن مرة تانية احنا محتاجين نتكلم أكتر على مفهوم خصوصية البيانات إيه البيانات اللي أحطها بارتياحية وإيه البيانات اللي أبقى حريص جدا وأفكر مرة واثنوة ثلاثة قبل إطاعتها وبالتالي احنا عندنا القانون مهم جدا أتمنى تفعيله وهو قانون حماية البيانات الشخصية ده مهم عدم صدور اللايحة التنفيذية بس جزء كبير من تفعيل هذا القانون هو الوعي عند المواطن مرة تانية ايه البيان اللي أنا بحطه وبديه لأي حد بيتطلبية تليفونيا ببعات لي رسالة على واتساب أو ببعات لي رابط يعني كتير جدا من الروابط اللي بجانة على واتساب مبروك كسبت رقم معين أو فيه صحب على حاجة معينة انسوا الكلام ده خالص كلام ده مليون في المية مليون في المية هدفه بالحصول على بياناتك سواء كان حساب فيسبوك حساب واتساب أو حتى محاولة اختراق الموبايل ككل ده مش مغول كمان باش مانس على انت تمسك الموبايل كده وانت بتسارش على مثلا احدث انواع الموضة مش عارفة دواء تخصيص صحيح تلاقيه بيطلع لك اعلانات فتلاقيه الناس بتضحك تقول الله بس سمع انا بتكلم مع مين او ايه حيات الامر حيات الامر ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل النهاردة وصلنا لمرحلة مرعبة من محركات البحث زي جوجل وزي فيسبوك ان اي حاجة بتبحث عنها سواء بتبحث عنها بشكل فيه كلام واضح مكتوب بتبحث عنها في مقالات بتبحث عنها على الفيسبوك ايه انا فهمت تفضلاتك فهمت اهتماماتك دلوقتي فنزلت كل الاعلانات بقيت انت بالنسبة بقيت المادة الخصبة للمعلنين انا جايب لك زبون بيبحث عن هذا المنتج ايه فبقت فرصة شراء هذا المنتج اخد البديل ده ايه فعشان كده ببحث عن اي حاجة اسم برفان بلاقي في لحظتها اه كم اعلانات من البرصمات وبالنسبة لو ببحث على فيسبوك مش بس بيظهر على فيسبوك انا لو ببحث على فيسبوك حلاقيه ظهر على جوجل بيجي لك كل حاجة وظهر على تيك توك وظهر على كل منصات وانا موافق على ده بالمنازل يعني انا وانا بنزل اي برنامج بستخدمه من دون شروطه في بداية ان احنا هنستخدم بياناتك وما تبحث عنه لاغراض اعلانية يعني عشان ما يتفهمش ان انت كعلق مصطفى موافق على ده لا لك كل المستخدمين انا كشخص بستخدم ده انا بديه له موافقة ان انت يعني تعمل اللي انت عاوزه ده حيئ تاخد كل البيانات اللي انت عايز ده حيئ هنعمل ايه مع انتشار الميتافيرس مرة تانية احنا داخلين على استجدام للتكنولوجي بقى في يعني مرحلة مرعبة مرحلة مرعبة ده ملفك وحضرتك مهتم بيه الميتافيرس مرة تانية انا مهتم حاليا بجوزء ايجابي فيها استجدامها فيه التعلم فيه التشخيص فيه التواصل بشكل فعال اكتر ولكن بدون وعي وبدون رقابة وبدون استخدام امسا للميتافيرس هنتعرض لي مشاكل اكبر بكتير جدا من اللي احنا نتكلم فيه لو اسأنا استجدام هذه التقنيات